بلا أهلا رحمة الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الدكتور أحمد عيد العبادي يعني إذن قلنا الثمود بلاد ثمودية طبعا شمال جزيرة العرب وهي جزء من الأردن تاريخيا أنا أتكلم عن التاريخ وأتكلم عن السياسة تاريخيا تحكي أنت من عشر تلاف سنة اتناعشر ألف سنة قبل ميلادي كان فيه هناك موقعان سعيداني في جزيرة العرب الأول هو اليمن السعيد في جنوب جزيرة العرب والثاني هو الأردن السعيد أو ثمود السعيد في شمال جزيرة العرب فكان عندما يحل القحط أو يخرب السد في جنوب جزيرة العرب اللي في اليمن السعيد يهاجر أهله إلى منطقة الشمال اللي هي منطقة ثمود الأردن ومن هناك يتفرقوا في البلاد لأن أصلاً هذه البلاد كانت كلها أصلاً جزء من الأردن قبل الجزء التاريخي وليس السياسي والسياسي صنعنا جزء من الآخرين في فرق كبير فإذن جزيرة العرب هي بين موقعين سعيدين الشمالي والجنوبي الأردن واليمن الأردن يتميز أنه الأردن السعيد وأيضاً البلد المبارك وأيضاً البلد المقدس وأيضاً بلد الأمن والأمان وهذا بنص القرآن الكريم كما سنرى في وأرض الرسالات نزل فيه سيدنا صالح ونزل فيه سيدنا شعيب مرتين ونزل فيه سيدنا لو ونزل فيه سيدنا أيوب واللقمان ويحيا يعني عدة أنبياء كرام نزلوا في أرض الأردنية يعني إحنا شعب ما شاء الله شعب يعني نحن لا نقول أننا شعب عنيب يعني العناد كفر إنما إحنا شعب صلب كما هي الصخر ما هو كل واحد يأخذ من طبيعة الأرض التي فيها أنا شعب صلب عبر التاريخ مش اليوم يعني أم تحكي أنت عشرات آلاف السنين وإردن الأردن هي أيضا أرض الرسالات والأرض المباركة ومحل لدعوات رسل الله سبحانه وتعالى على مر الزمان وطيعتها أقدام معظم الأنبياء والرسل فمنهم من عاش بها ومن مات ودفن فيها ومنهم من مر بها وترك من آتاري الشريفة الشيء الكثير عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مر فيها في التجارة مرتين أو ثلاثة وطبعا لما أسري به ليلا من المسجد ثم ليلة الأمعراج هو عبر أرض الأردنية يعني عبر يعني سماء الأرض الأردنية الله سبحانه وتعالى وصف الأردن في القرى المباركة بالقرى المكاربة في القرآن الكريم بيقول وجعلنا بينهم يعني أهل السبع أي اليمن السعيد أي أهل اليمن وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها أي الأردن بلاد ثمود بلاد الأردن هذه كلها اسمها قرى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا مش إحنا اللي قلنا اللي قالوا أهل اليمن وظلموا أنفسهم فجعلناهم حديثا ومزقناهم كلهم مزق إن في ذلك الآية لكل صبار شكول ولقد صدق عليهم إبلوس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين هذا السورة السبع ألا هنجي ليش سماها القرى ليش سماها الأراضي الأردنين القرى القرية هي عندما يكون سكان كلهم من فئة متجانسة يعني من قبيلة واحدة من مهنة واحدة فلأن الأردنيين عبر تاريخ وبنص القرآن الكريم كانوا شعب متجانس شعب من بعضه شعب من هوية واحدة شعب من جينات جينولوجي واحد شعب إذن هو القرى التي باركنا فيها فسكانها ناس متجانسين ومنهم ومن بعضهم وبالتالي كانوا يحافظوا على أمن البلد ويحافظوا على أمن الطرق ويحافظوا على أمن التجارة بعدين صدق عليهم إبلوس ظنه وصار الإصار كما سيأتي في موضوع سيدنا شعيب وسيدنا اللوطو إلى آخر وأيضا في القرآن الكريم بالنسبة لها الأرض التي باركنا فيها اللي هي الأردن المباركة الآن الأردن المقدسة بيقول يا قومي بسم الله الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين أخافون أنعم الله عليهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون سورة المائدة طيب لاحظ 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 نحن القرآن الكريم في الآية يتحدث عن ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم المعني في هذه الآية ليست أريحة وليست القدس كما يقول بعض يعني تفسيرات الإسرائيلية إنما هي قدس برنيع أو قادش برنيع وهي كانت عاصمة ولاية ولاية الشمالية الشرقية لسيناء وكانت جزء من المملكة الأردنية الآدومية في زمن في زمن الملك في زمن الملك حدد بن بدد وكانت هذه قادش برنيع كانت مدينة محصنة فلما تجاوزوا البحر والله أغرق فرعون واستنفرت كل الممارك الأردنية وعملوا مؤتمر ملوك الأردن عملوا مؤتمر عملوا مؤتمر فاجتمعوا وزودوا مملكة آدوم بجيوش وقطاعات لحمايتها من اجتياح بني إسرائيل إلى الأردن وكان أهم شيء عندهم هي مدينة الجبارين أو مدينة العماليق أو مدينة العمالقة اللي هي قدس برنيع في شمال شرق سيناء وبالتالي لما جاء رسل سيدنا موسى من بني إسران 12 واحد كانوا لما جاءوا عساس يدخلوا القرية لأن الله سبحانه وتعالى قالوا دخلوا القرية دخلتها خلاص أنت تنتصروا شافوا الجيش وشافوا الدنيا وشافوا الأسلحة وشافوا مش معقول فخافوا قالوا يا عم إحنا إنا لندخلوا ما داموا فيها فذهب أنت ورب إلا أن يخرجوا منها فذهب أنت وربك فقاتلوا إنها هنا قاعدين ارتعبوا خافوا ماتوا من خوف لكن في رجلين كانوا مؤمنين اللي هو يوشع فتاة سيدنا موسى وكالب اللي هو كالب اللي هو زوج مريم شقيقة موسى وشقيقة هارو هذول كانوا أمونين وكانوا يطيعوا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وكانوا هم جزء من الرسالة والجزء منه يعني يوشع موسار نبي بعد موت سيدنا ولذلك هذول قالوا إحنا ندخل ما ردوا عليهم لا ردوا على كالب ابن يوفنا اللي هو زوج مريم ولا على يوشع ولذلك رجعوا وتاوشوهم وسيدنا موسى والحديث بقيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة